مرشحون رئاسيون وطعون وأحكام نهائية الجديد لا قوائم نهائية حتى الآن والاستحقاق محل شكوك على مرأة أيام من الرابع والعشرين من ديسمبر والأنظار نحو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مرشحون ثلاثة بشاغ ومعتيق والمنتصر شددوا على ضرورة إيجاد حل يفضي لمخرج توفقي ويمضي بالعملية الانتخابية وأيضا لتجنب الفراغ السياسي بعد الرابع والعشرين من ديسمبر المرشحون طالبوا في بيان مشترك مجالس الأعلى للقضاء والنواب والدولة بالتنسيق فيما بينهم والنظر في طرح العليا للانتخابات فماذا طرحت أساسا؟ المفوضية قالت إن مهمتها لم تعد تقتصر على تنفيذ القانون بل تطبيق صحيح وفق تعبيرها ومرجعيتها حساسية الحالة الراهنة سنستنفذ جميع طرق التقاضي ونطابق أحكامنا بالقرارات الصادرة تقول المفوضية وأعلنت كذلك تبنيها إجراءات قانونية بالتنسيق مع البرلمان وأخرى قضائية بالترتيب مع مجلس القضاء قبل إعلان القوائم النهائية فأي مرجعية هي الحاسمة للحالة الراهنة؟ أولا قانون انتخاب الرئيس الجدلية نص على تنفيذ مفوضية الانتخابات الأحكام النهائية للقضاء كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لمجلس القضاء فأي مصير ينتظر استحقاق آخر العام؟ ترجمة نانسي قنقر